أهلا وسهلا فيك وأصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد واليوم رح نشتغل شغل إشي مرتب طبعاً إذا لم تشترك في القناة اشترك في القناة فعل الجرس ونشونها شمنها اللايكات يا أخوان طبعاً اليوم رح نشتغل على الأسياخ تمام؟ رح نشتغل شغل صح على الأسياخ طيب خليلنا نأخذ أول شي الإشارة ونعرف معنى الإشارة اللي موجودة عنا وكيف بدنا نشتغلها تمام؟ بدنا نأخذ أي إشارة موجودة في المكان هذا أي إشارة اشتغلنا عليها ممكن سابقاً ماشي لكن بدنا نرجع نشتغل عليها مرة ثانية اليوم نشتغل على الأسياخ عندي التشكيل تبع المغارة اللي يجينا حكينا عنه قبل هاي المرة التشكيل تبع المغارة اللي موجود مع السيال مع اتجاه السيال مع وجود اللجف الخارجي زائد البصمات اللي يجينا حكينا عنها قبل هاي المرة تمام؟ طبعاً اليوم ما رح أركز كثير على الإشارة رح أركز على الفحص أكثر من الإشارة تمام؟ عندي تشكيل المغارة هذا هو طيب بدي اشتغل على تشكيل المغارة عن طريق الاسياخ وكلياتنا بنعرف صرنا الاسياخ وشو وضع الاسياخ وشو اطوال تبعتهم الطول عندي 40 سنتي كامل مع المقبض تمام وعندي الثاني 50 سنتي كامل مع المقبض واحد معدن واحد فراغ تمام اليوم راح اشتغل عليهم امامكم جميعا عشان الكل يستفيد تمام دائما كنا نحكي بنوخذ المغارة نفسها او تشكيل المغارة او الاشارة المغارة بنوخذها في ظاهرنا في ظاهرنا ليش عشان نشوف الفراغ اللي موجود في الطريق هاي تمام ان شاء الله تكون واضح على السياح ان شاء الله تكون واضح الشغل تمام لان هي المغارة موجودة هون خلينا نحكي لان بدي اتجه بالاتجاه اخوة نقول باسم الله رحمن رحيم راح اشتغل على السيخين اليوم مش على سيخ واحد المسافة اللي بين السيخين لازم تكون حكينا احنا ندور على فراغ هسه لازم تكون على الاقل ثلاثين سانتي يعني هذا الحتي تمام الان رح اشتغل عليهم نقول بسم الله الرحمن الرحيم الاشارة خلفي تمام نوخذ سيلفي والاشارة خلفي طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبلش بالاسياخ رح نشوف وين نهاية او نهاية الفراغ تبعي تمام الان هذا هو نهاية الفراغ اخدت هاي الخطوة من هنا طبعا وين الاشارة الاشارة هي هناك اخوان تمام اخدت نهاية نهاية الفراغ تبعي كويس الان بدي اشتغل من عند الاشارة لنهاية الفراغ يعني المنطقة هي اللي اشتغلها لكن بدي اشتغل في الاتجاه المعاكس اللي هو خلينا ناحكي يجينا من عند الاشارة شمال جنوب بدي اشتغل هسه شرق غرب لكن من النص يعني رح اشتغل من نص الفراغ تمام لان بسم الله بنقول على السيخين او سيخ واحد زي ما بتكو هي سيخ واحد ما في اي مشاكل تمام لان بدي اشتغل بالاتجاه هذا هاي الاشارة حون هاي الاشارة تمام بدي اشتغل الاتجاهات واشوف شو دي يصير معي تمام دائما اخوان بنوخذ الاتجاهات كاملة قبل ما نبلش التخيط اذا في عندي تسكير في المنطقة هاي سكرت عندي في المنطقة هاي عشان ااخذ القياس كامل بدي ارجع احط تسكيره الاخيره هاي في ظهري واروح باتجاه الشرق تمام نقول بسم الله لان انا ماشي باتجاه الشرق تفصيلا للمغارة اللي موجودة التفصيل كيف بيبين معاي على التخيط تمام هاي سكرت معي هون في المنطقة هاي بيبين معاي على التخيط يعني باخذ من عندي الاشارة هاي الاشارة هناك تمام باخذ من عندي الاشارة وببلش اخيط فيها اخيط فيها اخيط فيها اخيط فيها لحد ما اخلص تخيط كامل الان التخيط شو رح يبين عندي طبعا احنا نيجي نوخذ القياس خلينا نحكي نحكي نأخذ القياس من عند آخر تسكيرة اللي هي عندي هون تمام بالاتجاه اللي غاد نأخذ القياس ونقول هاي واحد هاي اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمانية تسع عشرة عشرة متر نحكي نحكي عن فراغ عشرة متر بالعرض تمام الان اشارة نفسها اللي اخذناها هاي هي تمام هاي الاشارة نفسها اللي اخذناها الان لو جيت اخدت القياس على سبيل المثال على سبيل المثال احنا بنحكي اخدت القياس من اول الاشارة من المنطقة هاي اول الاشارة لحد هون تمام وجيت سكرت عليها هيك تقريبا فيها ثمانية وعشرين سانتي تمام وجيت اخدت القياس طبعا انسوا البوابة اخدت القياس من هون لهون اقل يا اخوان شفتوا انها كيف صارت اقل تمام صارت عندي اقل اذا هسه راح اخذ القياس اللي اخدته مرة ثانية هيك راح اشوف اذا هي عشرة متر هيك بالاتجاه هذا عشرة متر بالاتجاه هذا راح تكون اقل تمام خلي الاشارة على على ظهري تمام قم نمشي بالاتجاه كمان مرة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة تقريبا تقريبا سبعة ونص تمام تقريبا سبعة ونص اذا الاشارة وضحت معنا انه بالعرض بالعرض اكبر من الحجم تبع العرض اكبر من حجم الطول تمام اذا الاشارة صحيحة مليون بالمئة وهي هي هذا الفراغ تبعها يعني هنا باشتغل قاعد على الفراغ اللي موجود نفس الفراغ هذا اللي عندي حلا لو خيرتك謝 mengشارع هاي على الفراغ اللي موجود لو خيدتها التخييط راح يبين معي الاتجاهات اللي موجوده هون نفس الاتجاهات نفس الاتجاهات موجودة هون موجودة بالمنطرة هذي تمام؟ الآن البوابة بتنزل معنا البوابة هي ها ماشي هرا شيء ادهواضحة او لا تنزل معنا البوابة مع اشارة اللجEO الموجودة شرط اللجف. بتنزل معانا منطقة الحفر. خليكم معانا. تمام? بتنزل معانا منطقة الحفر اللي حكينا عنها. هيا. ماشي. اذا تشكيل المغارة بالاخر يعني اعطيكم الاخر الكلام. تشكيل المغارة. عندي اتجاه بوابة. عندي تشكيل المغارة كامل. تمام? قسناها. طلعت معانا بالعرض عشرة متر. وبالشكلها سبعة ونص تقريبا من سبعة لسبعة ونص بالشكلها. اذا اشارة صحيحة ما اليوم. تمام? بنرجع بنحكي انه ايش في موجود في الاشارة? او ايش موجود في هذا الفراغ? خليكم معانا. تمام? ايش الموجود معانا هسه? الموجود معانا. عنا قبر قبرين. ثلاثة. عندي اربع قبور تقريبا. خمس قبور تقريبا هنا بنحكي. تمام? مع تشكيل اللجف الموجود. مع نزول السيال كامل. نزول السيال على اتجاه اللجف. يعني لو حطيت مي هود. او حطيت مي هود. او حطيت مي هود. ماشي. كله رح ينزل باتجاه اشارة اللجف. مش صعب يا اخوان. طلعوا طبعا التأكيد تبع مكان اللجف. طلعوا محلى. شايفينو? شوفوا المربط محلى. شوفوا المربط محلى. اه تأكيد مكان الحثر. بصمات. وجود بصمات. طبعا السر اللي اجينا حكينا عنه قبل هالمرة. كل واحد اجا اشتغل حط البصمة تبعته تمام. على مكان الحثر. حط البصمة تبعته على مكان الحثر. حط هون. شوفوا. هاي واحد هون. واحد هون. واحد هون. ماشي. اتجاه اللي حكينا عنه في مرة في الفيديو سابق. اتجاه تفصيلي لمكان الحثر. هذا خلاص اتجاه تفصيلي. اذا المكان عندي هيك. نزول. اذا الشغل تبعي بكون في هاي المنطقة. طولا جينا قلنا قداش بنا نحفر في هاي. رح ننزل ثلاثة متر. ونروح باتجاه الفراغ اللي حكينا عنه. يعني ننزل نزولا ثلاثة متر. وراح نروح باتجاه الفراغ. الان شو رح يطلع عندي هون? رح يطلع عندي. نزولا مع الصخرة نفسها. نزولا مع الصخرة نفسها. لكن في نهاية الموضوع رح تلجف. في نهاية الموضوع. حتى لو نزلت معاي. طيب لا تحت. طيب كيف تحدد البوابة? كيف تدعرف انه هون البوابة او لا? تمام. دقي. نطلع السيخ. اخذ السيخ هراه. تمام? بنيجي منحكي كيف بدي عرف انه البوابة موجودة هون ولا? هاي الاشارة. بنروح باتجاهها يا اخوان. بنروح باتجاه البوابة. تمام? بتسكر معي التسكيرة. لكن هون طلع وان تسكرت. تمام? سكرت لتحت. لهون. اذا في عندي نزولا. يعني في عندي نزول. مع اشارة اللجف نزول هون. لما طلع. في هفر في هفر. بقبل ما لاقي القصة. وبنزل تحت الشغلة هاد. الشغل سهل مش صعب يا اخوان. فحص المغارة. فحص الفراغ. مش اشي صعب. تمام? طبعا احنا ان شاء الله بالحلقات الجاي راح نسو الفحص المعادن والهاي. تمام? لكن احنا اللي بنقدر عليه تقريبا بنقدمه. ماشي يعني ممكن هيكون فيها معدن تحت وعلى قبور. تحت وعلى قبور. تسكيرة مثل هاي التسكيرة. اكيد انه فيها شغل. لكن وضوح الاشارة. وضوح الاشارة. يعني بعطي مجال انه في او ما في. يعني ممكن يكون في وممكن يكون ما في. ليش? لانه الاشارة واضحة. مكان الحفر واضح. وكل شيء واضح. فبعطيك انه في او ما في. يعني هون هون احنا بنحكي انه تكنيز او مش تكنيز. اشارة ما بتكون مش واضحة. او بتلاقيها داخل اه لجف. او بتلاقيها مثلا مخفية. او بتلاقيها مثلا في جرن مسكر. تفتح الجرن بتلاقي تحتيه مثلا اشارة مربع او الاخره. هي بتكون تكنيزية اخوان. لكن اشارات زي هيكة فيها شك انها تكون تكنيزية او لا. هذا هو الفرق بين اشارة تكنيزية او غير تكنيزية. طبعا نشكركوا على المتابعة ان شاء الله تكون تستفدتم من هذا الفيديو. شكرا للكم جميعا لا تنسونا من الاشتراكات. انش مشترك في القناة عشان نشوف الحلقات السابقة حلقات جدا. شكرا لجميع.